وخلال حديث أيضا تطرق سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعلاقات مع الدول الشقيقة وقال سيادته أن مصر تقدر علاقتها طيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن وأن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج بأجي الشكر لكل العاملين وبهنيهم كمان على الموسوعة وعلى الرقم وأرجو أننا دائما نحقق أركاب عظيمة وتقدم كبير في كل المجالات أنا بس في موضوع عايز أتكلم فيه وأرجو أننا كمواطنين وحتى كإعلاميين المسؤولين عارفين اللي أنا حاوله ده إحنا سياسة مصر دايما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج وبالتالي أنا عايز أقول أن أنا بيتابع مواقع التواصل وبشوف أن ساعات بيبقى فيه يعني حماس زيادة أو حتى عايز أقول تجاوزات يعني في الكلام وفي كده أنا بتكلم على مش بكلم على الموضوعات محلية أنا بتكلم على الموضوعات خاصة بإعلاقاتنا مع أشقائنا وده أمر يا جماعة نمتبع ليه كويس أرجو أن نحن نخلي بالكم ده بتعكس مدى فهمنا ومدى تقديرنا للعلاقات مع الأشقاء وبالتالي لما يبقى فيه موضوع يتم تدوله بدون أساس بدون أساس يعني إيه؟ يعني ما لولوش خلفية إحنا بنوعد ونتكلم ونقول أمور قد لا تكون لها أساس من الصحة بصراحة طب ليه؟ طب إحنا هنمشي وراء بعض المواقع المغردة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء أقل حاجة نعملها أن إحنا نسكت إما كناش نقول كلام طيب فإحنا نسكت الكلام اللي بنطبق مش بس على كده حتى على وسائل إعلامنا اللي إحنا ما بندخلش فيها